وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من الرياض دكتور عمر العبيد استشاري جراحة السمنة والقلون والمستقيم أهلا بك معنا في أم بي سي في أسبوع بداية كيف تعمل هذه الإبر وما هي فوائدها وأضرارها أهلا وسهلا فيكم السادة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الإبر هذه زي ما ذكر في التقرير هي إبر ليست بالجديدة هذه الإبر كانت موجودة من زمن بعيد كانت تستخدم في علاج مرض السكري وتنظيم السكر في الدم وجد لها بعض الأعراض الجانبية التي أدت فيما بعد إلى استخدامها في علاج السمنة من أهم هذه الأعراض كانت هي الغثيان والإحساس بالشبع لفترة طويلة في أكثر من نوع من هذه الإبر يمكن تصنيفها الدارج الآن والمستخدم بكثرة ثلاثة أنواع أول نوع يسمى اللوراغلوتايت وأشهرها والناس الآن طبعا كلهم معارفينها ما شاء الله بسبب كثرة استخدامها هي البكتوزة أو الساكسندة البكتوزة والساكسندة واحد اللهم أن الساكسندة هو الجرعة العالية من البكتوزة النوع الثاني اللي هو السيماغلوتايت وأشهرها هو الأوزنبك وطبعا الأوزنبك الآن يمكن نافس البندول عند الناس بالمعرفة فيه وباستخدامه والأوزنبك فيه جرعة عالية منه تسمى ويقوفي النوع الجديد اللي جاي إن شاء الله قريبا في الأسواق السعودية وموجود فيه الآن في بعض الدول خاصة في أمريكا ووافقت عليها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي تيرزا باتايت وهذا نوع جديد وواعد في علاج أمراض السمنة ترجمة نانسي قنقر